كما نشاهد استعدادات الانطلاق فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر التي فازت من سباق إلى سباقين في شوطنا الخامس من علامة 1400 متر وكما تشاهدون التنافس على شد في هذه اللحظات بين الجياد المشاركة معنا في هذا الشوط المحاولات كما نشاهد في البداية في هذه اللحظة لزايد في المركز الأول مع محاولات من الداخل الآن لسيف الرياض في هذه اللحظة في محاولة أيضا للانقضاء على الصدارة راق المجد يأتي من الخارج كما تشاهدون الآن والمحاذاة لسيف الرياض في هذه اللحظات مع محاولات تشاهدها لراعي المجد الآن للحفاظ على المركز الأول وعسير المساليك يحاول في المركز الرابع في هذه اللحظات التقدم والسيطرة لسيف الرياض في هذه اللحظات مع عبدالعزيز الموسى راق المجد لابناء ملك عبدالله بن عبدالعزيز مع كاميل وسبينة المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم ولا زال التنافس على شدة والانقضاف على الصدارة والمحافظة على الصدارة لسيف الرياض في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله سيف الرياض راق المجد يحاول ويتراجع قليلا وسيف الرياض ما شاء الله تبارك الله في محافظة على المركز الأول دخول من الخارج لتواج الآن ومحاولات كذلك للطف إنما المركز الأول لسيف الرياض بكل قوة مع عبدالعزيز